وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة رسمية يلتقي خلالها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعرض من المسؤولين في الإدارة الأمريكية لاستعراض العلاقات التنائية التي تجمع البلدين الصديقين ومواصلات تعزيزها في مختلف المجالات ويرافق سموه خلال هذه الزيارة كل من معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية ومعالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والشؤون الاجتماعية وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير التجارة والصناعة والسياحة ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة المدير العام لمكتب الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء وسعدت الشيخ عبدالله بن راشد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة وسعدت السيد خالد الرميحي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية وسعدت السيد عيسى بن عبدالرحمن الحمادي مستشار شؤون الإعلام بديوان ولي العهد وسعدت السيد عصام بن عبدالعزيز الجاسم المدير التنفيذي للمراسم بديواني سمو ولي العهد وسعدت السيد وسامة بن عبدالله العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل كما يرافق سموه وفد عسكري وأمني يضم كل من اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام واللواء ركن منير بن أحمد السبعي مدير مكتب بنائب القادر الأعلى والعميد ركن طيار الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة رئيس شعبة العمليات في سلاح الجو الملكي البحريني اشتركوا في القناة